قال المبعوث الخاص إلى الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن ديمستورا إنه قرر تأجيل المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية من أجل الاستفادة من المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي بين النظام السوري والمعارضة في العاصمة الكازاخستانية أستانا برعاية روسيا وتركيا وإيران وكانت محادثات أستانا قد انتهت باتفاق بين موسكو وأنقرة وطهران على مراقبة التزام النظام السوري والمعارضة بهدى تم التوصل إليها في 30 من كانون الأول ديسمبر الماضية فحين أشر سفير بريطانيا إلى الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت إلى أنه تقرر عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية برعاية الأمم المتحدة في العشرين من شبايا فبراير نريد إتاحة الفرصة لمبادرة أستانا كي تنفذ نفسها فعليا وإذا أصبح وقف إطلاق النار صلبا كما نأمل فمن شأن ذلك أن نساعد المحادثات الجادة على أن تصبح أفعالا ثانيا نريد أن نتيح الفرصة لمسألتين أولا هما أن تصبح الحكومة أكثر جديا في المشاركة بالمناقشات وتقديم التنازلات وثانيهما ونظرا لتغير الوقاع بشكل جذريا وسريع نريد أن تصبح قوى المعارضة قادرة بالفعل على تشكيل معارضة واحدة موحدة